صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم نبدأ معكم فقراتنا بفقرة التغذية سنتحدث اليوم عن نشاط وكسل الغدة الدرقية ما أعراضها وخصوصا للأطفال ما أعراضها وكيف نستطيع أن نعالجها من خلال الغذاء سنتحدث عن هذا الموضوع مع خصائية التغذية صباح الخير كيف حالك يا أخواري أهلا وسهلا فيك إذن نشاط الغدة الدرقية دائما نعرف أنه زيادتها أو نشاطها بيؤدي إلى زيادة الوزن اليوم نتخصص بالحديث زي ما حكيت أنا بالبداية عن الأطفال قبل ما نحكي عن النشاط خلينا نحكي عن كسل الغدة الدرقية لشو بيؤدي؟ هلا بيؤدي لكتير إشياء أول إشي مايز طبعا نحن لازم نعرف دائما كيف بتشتغل الغدة أو العضو اللي عنا بالجسم لحتى نعرف شو التأثيراته هلا هي واحدة من الأعراض إنها بتأثر على الوزن وليه بتأثر على الوزن؟ لأن الغدة بتفرز هرمونات هدول الهرمونات بيأثروا على عملية الأيد أو الميتابوليزم اللي هي أصلا بتتحكم بصرفنا أو استهلاكنا للطاقة عشان هيك منلاقي أنه أي خلل على الغدة الدرقية أي خلل بالهرمونات رح يأثر على زيادة الوزن أو رح يعمل تخفيف بالوزن هلا لابدنا نحكي أكتر على الأول شيء كسل قلتي أو خمول الغدة الدرقية في عنا صورة رح توضح أكتر إيش اللي عم بيسير بالغدة الدرقية وإيش اللي بتحكم فيها نعم يعني نحن دايماً بنعرف إنه الغدة الدرقية في عنا الغدة النخمية اللي بالدماغ بتأثر كمان على عملها فعنا في عنا ثلاث هرمونات أو هرموناتين تقريباً هو عنا الهرمونات اللي بتنشط هرمونات الغدة الدرقية اللي هي التي أس أتش وعنا هرمونات الغدة الدرقية اللي هي التي ثري والتي فور اللي هم التايروكسين اللي دايماً بنسمع كتير إنه ناس بياخدوهم نعم هلا زي ما بالصورة عنا مبين لما بيكون فيه كسل بالغدة الدرقية الغدة النخمية بيزيد إفراز التي أس أتش وهدولي الهرمون بيأثر على التي فور والتي ثري اللي هم التايروكسين وبيل من إفرازهم نعم فعشانك يشكلهم التايروكسين إش دورهم؟ هو الهرمون الغدة الدرقية اللي هو هلا دورهم هو اللي رح يأثر على الأعراض الممكن تصير هلا العكس بيصير عندنا لو كان فيه نشاط بالغدة الدرقية أكتر بكتير بنلاقي إنه رح يقل أكتر التي أس أتش ورح يرتفع التي فور والتي ثري هلا هدول الأشياء اللي دايما لما بنعمل فحوصات مخبرية بيقولولنا مثلا إنه الهرمونات طالعة الهرمونات نازلة أو التايروكسين زايد أو التايروكسين نازل هذا هو بالضبط اللي عم بيصير أو هذا المؤشر المخبري اللي رح يعطي الطبيب فكرة أكتر إنه فعلا نحنا عنا كسل أو عنا نشاط بالغدة الدرقية وطبعا الحل بيكون عن طريق إذا كان مثلا عنا كسل بالغدة الدرقية الحال إذا نحنا نعود هدول التايروكسين اللي هم الناس بيصيروا ياخدوا حبوب التايروكسين لا يعودوا النشاط وإذا كان فيه أقل بيزيد بيصير فيها أدوية اللي تطبط من هذا النشاط وبالتالي تقلل من المشاكل وعند الأطفال لأنه بالبداية حكيتي ما يسكم أنه نحنا اليوم نركز على الأطفال كتير هلأ كتير بتأثر الغدة الدرقية على نمو الأطفال علشان هيك نحنا دائما عند الولادة وفي مرات بيكون أسباب كسل الغدة الدرقية إلى دخل بالجهاز المناعة إنه عادة شو بيصير؟ إنه بيصير جهاز المناعة يزيد من إفراز التي فور والتي تري وبالتالي بيصير عنا فرط بالنشاط وهذا اللي بيسموه مرض الجريفيز وبالعكس لما نحنا بيصير عنا ناتج عن مناعة وبيزيد وبيقل الإفراز بيصير عنا الكسل واللي هو بتسمى الهاشيموتو ديزيز للغدة الدرقية ومرات بيصير فيه تنفخ بالغدة الدرقية هذا الانتفاخ بيصير لأنه بيصير كلما عم بتحاول الغدة تفرز أكتر فبتتنفخ أكتر وبالتالي بيأثر على حجم الغدة الدرقية هذا من ناحية سريعة طبية أكتر أيش اللي بيصير ليش الهرمونات هاي بتأثر وكيف طريقة علاج نعم طيب هلا إحنا كمان يعني زي ما حكينا شوي أعطينا نبدة طبية بسيطة ما كتير ننتعمق من ناحية طبية بس عم نلاحظ أنه كتير عم بيكون فيه زيادة يعني زيادة بنسبة انتشار سواء النشاط أو كسل الغدة الدرقية وممكن النشاط عم بيكون أكتر اللي هو بيؤدي إلى السمنة أو زيادة الوزن الكسل هو اللي بيأتي فشو السبب يعني مثلا هل في أسباب بيئية من ناحية التغذية يعني هل تغذية بتلعب دور بنشاط أو كسل الغدة الدرقية هلا واحد من أسبابها مضبوط مايس ممكن يكون التغذية هلا واحد من الأسباب اللي هو مثلا اليود من ناحية التغذية نقص اليود بيأدي إلى زيادة علشان هيك هلا إذا بتلاحظي صارت على مستوى الدول حتى كمان الملح عم بيكون فيه يود لأنه نقص اليود هو اللي أكتر إشي كان عم بيأثر إذا ما كان فيه مرض مناعة طبعا على الغدة الدرقية وكسل الغدة الدرقية فبالتالي بيزيد كل ما أخدنا اليود بيأثر بيقلل من احتمال أنه نحن ننصاب فيها عشان هيك عم بيصير موجود بالملح دايما لحتى يقلل بكل الدول من الانتشار أكتر هلا بعض الأحيان بيقولوا أنه من الولادة ممكن تكون لكنها ممكن تكون مؤقتة وممكن تروح عشان هيك نحن دايما هلا بيفحصوا الأطفال دايما بيأخذوا دم من كعب الإجر للطفل وبيفحصوا إذا كان عنده استعداد أو إذا كان فيه فرط لنقدر نعالجه لأنه ممكن بعدين يروح أو إذا ما تعالج ممكن أنه يزيد نعم يعني ممكن ينتقل من الأم الحامل مثلا للطفل بأثبت يعني على الجنين ممكن مرات الأم الحامل تنصاب فيه هي مش عارفة أو ممكن أنه ينتقل يكون هي عندها ناقص بتغذيتها وبينتقل وهذا بيؤدي لأكتر من شغلة بالجنين وهنا نحن من خاف أكتر ما يسل لأنه إذا انتقل للطفل أول شيء يمكن يخلق قبله بوقت ثاني شيء يمكن يأثر على نموه لأنه معروف أنه برضه هرمونات الغدة كتير بتأثر على نمو وتطور الطفل ففيه مثلا تقزم واحد من أسباب الخلل اللي ممكن يكون بنشاط الغدة الدرقية للأم وممكن ينتقل للطفل فهون عم بيأثر أكتر على الأطفال عشانك احنا كتير منهتم بتغذية الأم الحامل كمان قبل وخلال وبعد لأنه ممكن برضه أنه ينتقل للطفل ويأثر عليه أكتر وزي ما قلنا بيأثر كتير على تطور النمو وممكن يأثر على تطور الدماغ عشانك في بعض الأحيان كان مثلا ينتج إعاقات بالدماغ نتيجة خلل بالغدة الدرقية نعم طيب هلأ خلينا هيك نكون يعني بصورة واضحة مش من ناحية طبية يمكن شو هي أعراض كسل الغدة وشو هي أعراض برضو نشاط الغدة رح أحطهم جنب بعض هلأ في برضو عنا الصورة رح تفرجي الفرق بينهم إحنا الأكتر إشي متعارف عليه وزي ما حكيتي بالبداية مايس هو زيادة الوزن أو إلة الوزن هلأ الزيادة الوزن أو إلة الوزن ليش أكتر إشي بتأثر لأنه نحنا قلنا أنه الغدة الدرقية كتير بتأثر على عملية الأيد فبالتالي إذا منلاحظ أنه صار في زيادة وزن كتير كبيرة طبعا زيادة وزن مش إنه شخص عم يتناول أكل كتير إنه هذا الشخص ما عم يتناول أكل بكمية كتير كبيرة بس عم بزيد وزنه يعني الحرق عنده مش كتير بزعب نتيجة خلل بي هاي الهورنات فهونا بيكون لعنا زيادة كتير بالوزن والعكس بزيادة النشاط إنه منلاقي بعض الأطفال اللي أم عم تشكي إنه عم بياكل كتير بياكل كتير بس ما عم بزيد وزنه وهونا منقيس الطول أكتر كمان حتى نشوف هالطول بمعدل الوزن عم يتأثر فالزيادة السريعة كتير بالوزن بتكون نتيجة إفراط أو فرط بنشاط الغدة الدرقية برضو ممكن يكون في عنا أم ساكي كتير شديد بحالة كسل أو خمول الغدة الدرقية تعب وإرهاق إنه دايماً الطفل ممكن يتحسوا الأم تعبان ما عنده جلادة يتحرك هاي الأشياء كمان كتير بيتأثر جفاف البشرة والشعر كتير بيأثر إنه جفاف الزيادة عن اللزوم عم بيصير فيه نشفان وتشقق أكتر حتى في بعض الأحيان بيكون فيه سقوط أكتر للشعر لأنه كمان هبوط الهرمونات بيأثر برضو على هرمون الزنك واللي هو بيأثر كتير على الشعر بطء في الكلام الطفل بيكون مثلا كلامه بليد كتير قليل وما بيتحمل برد يعني بتحسي بسرعة بيبرد بتكون إنتي قاعدة مع طفل إنتي مش بردانة بسوة عم يبرد كتير أو بيكون صوته خشن للطفل ممكن يبدأ يتحسي في خشونة بصوته هذا نتيجة برضو تغير بالهرمونات بالغدة درقية لأنه خاصة هي موجودة جنب الأحبال الصوتية محلها والعكس بيكون بفرط الزيادة مثلا بتبدأ المعلمات عادة بيحسوا على الأطفال أنه نشاطه كتير زيادة عن اللزوم وبعض الأحيان ممكن يتشخص غلط ويفكروا أنه عنده فرط النشاط الحركي لكن هنه ممكن يكون زيادة وطبعا بيكون برضو عنده صعوبة في التركيز لأنه عنده نشاط كتير فرط برضو بدخول على الحمام يعني حركة الأمعاء بتكون كتير أسرع لأنه الجسم مش عم بيلحق عملية الآيض عم بتكون كتير أكبر وبرضو بيكون عكس الغدة الدرقية الكسل بيكون عدم تحمل الحر هذا طبعا نتيجة ارتفاع المتابلزم لأنه كلما ارتفعت عملية الأيد عملية الاحتراق عم بتصير أكتر بالجسم وبالتالي هذا الطفل بيحس بالشوب أكتر أو بيشوب أكتر فهون عكس بعض تماما الأعراض ودائما لازم إذا حسينا بهذه الأعراض ما نحن دائما نحكم لحالنا دائما نحن منقول نرجع لطبيب والطبيب أكيد رح يرجع للفحوصات المخبرية اللي هي رح تجزم إنه فعلا نحن عنا أو ما عنا نعم طب هون إحنا شايفين أنه من أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية اللي هو صعوبة بالتركيز إذا نحكي إحنا للأطفال بيأثر يعني على التحصيل الدراسي للطفل؟ طبعا طبعا بيأثر كتير على التحصيل الدراسي للطفل لأنه بيأثر على نشاطه أكتر كمان طيب خلينا هلأ إذا هيك نحكي عن العلاج من ناحية التغذية هلأ من ناحية التغذية دائما نحن منركز أول شيء باليود إذا كان السبب هو نقص باليود فإحنا منحاول نرجع الأغذية اللي فيها يود أكتر زي مثلا الأسماك زي المأكلات البحرية هدول لأنه أكتر إشي بيكونوا غنيين باليود ومنستعمل كمان الملح اللي بيكون فيه نسبة اليود أكتر هلأ برضو في بعض من المعادن زي مثلا السيلينيوم أحشى بشوية ماء صحة طيب تعرفي قبل ما تحكي عن السيلينيوم كنا هذيك المرة بحوار عن موضوع اليود يعني عم نشوف إحنا أكتر دول العالم عم بصير فيه توجه أنه يكون مضاف للملح اليود لأنه إحنا الملح بطل فيه يود صح مثلا السيلينيوم لأنه السيلينيوم من أول شي المواد المضادة للأكسدة وهاي شغلة كتير مهمة وكمان برضو بيساعد بزيادة نشاط أو إفراز الغودة الهرمونات الغودة الدرقية وبالتالي بيساعد بالتوازن كمان بين الـ TSH والـ T3 والـ T4 السيلينيوم موجود مثلا بقشور الحبوب موجود بالأغزية البحرية كتير خاصة لإلها قشور زي مثلا الكراب أو هدول الأغزية البحرية أكتر أو الجنبري من الأشياء الغنية كتير بالسيلينيوم وغشور الحبوب عشان إحنا دائما كتير منقول إنه ناخد الأمح كامل ناخد الحبوب كاملة حتى نستفيد من المعادن اللي فيها الزنك كمان حكيت بالبداية مايس الزنك بيهمنا لأنه في بعض الأحيان لما يكون في عنا خلل بالغدة الدرقية سواء زيادة أو كسل بيأثر كتير على موضوع الزنك عشان إحنا بتبدأ تظهر أعراض جفاف البشرة وكل هاي الأشياء فعشان إحنا نحاول نتوجه أكتر للأغزية الغنية بالزنك وبعض الأحيان إذا عملنا فحوصات مخبرية وكان واطي بيكون لازم إنه نحن نعوضه عن طريق المداعمات الغدائية الزنك بيشبه السيلينيوم موجود برضو بالمكسرات موجود بقشور الحبوب فهاي من الأغزية اللي برضو بدنا نركز عليها نعم هلأ برضو من الفيتامينات والمعادن اللي احنا كتير منركز عليها فيتامين سي والأي هدول برضو والبي فيتامينز لأنهم برضو بيأثروا على عملية الميتابوليزا معروف أنه دايما البي فيتامينز كتير بيساعدوا أو بيدخلوا كتير بعمليات الأيد والحرق فلما نحن عم بيكون عنا مشكلة يبقى نحن لازم نوازن هاي الفيتامينات اللي راح تساعدنا أكتر بالتوازن نعم طبعا ديش عم بتساعد هاي العناصر الغدائية أنه ترجع الغداء الدراقية لعملها الطبيعي هلأ هاي إذا لحالها ما بتساعد لازم يكون طبعا ديش مدعين اللي يود طبعا إلا إذا كان سبب النقص هو اليد لكن هي مع الأدوية خاصة إذا كان فيه نقص جديد بتساعد ومع الأدوية لأنه كمان قلنا بيأثر على امتصاص هذول الفيتامينات والمعادن زي الحديد والزنك هلأ الإشي اللي أكتر ممكن يأثر وخاصة للأطفال نحن نسميهم الأغذية اللي هي بتسبب الغويتر اللي هي بتزيد أو بتقلل من الإفراز زي مثلا الخضار نحن نسميها الصليبية اللي هي زي الملفوف، الزهرة، السبانغ هذول أكتر إشي بأسرو عشان هيك بتلاقي أنه في مرحلة معينة إذا الطفل كان عنده زيادة شوي سوري كسل شوي بالنشاط ينصح الأم أنه هي ما تعطي طفلها من هذول الأغذية لأنها رح تزيد من موضوع الكسل وتأثر على امتصاص الـ T3 والـ T4 عشانك بنحاول نبعد عنهم بهاي الفترة أو إذا كنا عم ناخد أدوية ما بناخد هاي الأغذية مع حبة الدواء يعني بنحاول لأنه ارتفاعه يعني بجكل كبير لإيش ممكن بيثبت أو بيقلل من امتصاص الجسم لهذه الهرمونات ونحنا بهاي الحالة أو بحالة الكسل بدنا أكتر يزيد الأشي كمان اللي كتير منيح أنه المطبوخة ما بيتأثر زي الفرش عملية الطبخ بتقلل من المادة هاي الـ Goytrogens الموجودة بهذه الأغذية وبالتالي بتخفف من الأطار السلبية لإلحام طيب سريعا نخذينا لأنت إلا حتى نحكي عن فرط نشاط الغدية الدرقية إيش الأغذية المناسبة اللي بنقدر نتناولها لحتى نرجع عمل الغدية الترقية إلى وضعها الطبيعة حلق بفرط النشاط ما بنركز كتير على الغداء لأنه زي ما قلنا نحن عم بسيد عنا الإفراز لكن بيكون الأدوية هي اللي بتطبط أكتر إذا كان اليد هو السبب بنحاول نقلل من نسبة الأكل اللي فيها يود إذا كان هو السبب لكن بمعظم الأحيان بتكون ناحية مرضية لها دخل بجهاز المناعة فبالتالي منقللها يعني أكتر الحالات مايس بتكون لكسل أو خمول كتير قليل بتكون النشاط والنشاط دايما مجرد أنه نحن مناخد الأدوية اللي بتطبط أو بتقلل من عمل الغدية الدرقية في بعض الأحيان بيضطروا يستقصلوا جزء لحتى لو زاد الإفراز ما يكون بكمية كتير كبيرة ويأثر كتير على الوزن بموضوع كمان الغدية الدرقية الكسل مايس منحاول كتير نركز على الوزن لأنه عادة بيكون في زيادة وزن وزيادة الوزن راح تزيد من الموضوع سوءا فنحن كتير منركز برضو على الأغذية اللي ما بيتسمن الأغذية اللي مثلا قليلة الدهون قليلة السكريات قليلة النشويات بعض الدراسات الحديثة عم بيقولوا أنه الجلوتن كمان أو اللي هو الأمح جزء من البروتين الموجود بالأمح ممكن يزيد من موضوع الكسل سوءا ففي بعض الأغذية الدراسات عم بتحاول تخفف من هاي الأشياء لكن لسه مش متبتة فنحن منقول أكتر شيء أنه نتناول الدواء صح نخفف من تناول الأغذية في حالة تناول الأدوية ونخفف الوزن نزيد من النشاط الرياضي نعم وطبعا هذا يعني زي ما حكينا نحن نحن نحكي عن الأطفال نتوقع أن الموضوع بنطبيق على الأطفال وعالكبار نفس الشيء طيب رزنا من النهاية أنا بدي أتشكرك شكرا لك على هالنصائح شكرا لك شكرا لك شكرا لك